المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي سعدائي جدا نحن نفتح الموضوع ده كان يهمنا قوي أنه لما العالم كله يتكلم عن حاجة اسمها أو الدنيا يعني مصر كلها تتكلم عن حاجة اسمها بنك المعرفة لا نبقى إحنا هنا في صباح دريم بنعرف المواطن هو إيه بنك المعرفة بالزبط وإيه اللي حصل ويوم السبت اللي فات كده الجلسة اللي حصلت دي ودور الأوبرا وكده كان فيها إيه بالزبط إيه الأجواء اللي كانت موجودة فيها ضفتنا أو ضيفنا الكرام اللي موجودين معانا منورنا في صباح دريم الدكتورة هدى أبو شادي عضو المجلس التخصصي الرئاسي للتعليم والبحث العلمي وأستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة القاهرة يا أهلا بيك يا دكتور ومعانا الجميلة الأستاذة فاطمة رجب سكرتير عام جبهة شباب مصري والتي تلقت الدعوة من رئاسة الجمهورية ممثلة عن شباب السياسين يا أهلا بيك يا فاطمة ومعانا المخترع أسامة طهة اللي شفناه يوم السبت الماضي واقف جنب الرئيس على المصرح كده على الستيتش كده واقف جنبه على طول أسامة طهة المخترع المصري وهو بيدرس حاليا في المدينة العلمية الروسية يا أهلا بيك يا أسامة أهلا بيك يا أسامة دكتورة هودة سمحيلي أبدأ مع حضرتك في البداية كده المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي عشان اسم المجلس ده بقى أنه فترة بنسمعه وغاليما هنسمع إن شاء الله عنه كتير الفترة الجاية هابر عن إيه بالزبط هو مجموعة من العلماء المتخصصين اللي عايشين في أرض الواقع ولم ينعزلوا عن المجتمع يعني كلنا بأنه نؤدي واجباتنا من التدريس والبحث العلمي ومتواجدين في أماكننا ومش قاعدين على يعني بمعزل عن زملائنا يعني كلنا يعني زي يقول في كده جوه المجتمع العلمي بنعمل شغلنا وتم اختيارنا على أن تخصصاتنا متنوعة فيه ناس منا متخصصين في التعليم الأساسي والعلوم التربوية وفيه ناس متخصصة في الميكانيكس والميكانيكا والرياضيات والطب وفيه تخصص الهندسة البحرية وفيه ناس تخصص فيزيناوية وتعدين إحنا متنوعين بس فينا حاجة جميلة جدا أن كلنا كنا بنشتغل في العمل الوطني بدون مقابل ومتطوعين فحاجة جميلة وما كناش نعرف بعض بس يعني أنا بيتهيالي إحنا من أنجح النمازج اللي شفتها في مصر الاختيار مجموعة تعرف تشتغل مع بعض بنختلف أرقنا وفي الآخر بنصل لحلول ونلاقي حاجات جميلة يعني أنا بحي من قام بالاختيار على هذه الشخصيات المحترمة جدا طيب اسمحي يا دكتورة بتشتغلوا مع بعض إزاي يعني هل هي ورش عمل ولا عشان برضو أنا لما أسمع من بره كده المجلس التخصصي الرئاسي للتعليم والبحث العلمي طبيعة العمل بتمشي إزاي هل هي ورش عمل مثلا اجتماعات كل واحد تشغل في حاجة وبتقدمه في النهاية أبحاثكم إزاي الدنيا بتمشي عندهم إحنا يعني مش نظريين أو يعني إحنا على أرض الواقع فهقول للحراج بنشتغل إزاي إحنا أول ما تقابلنا كان أخصص السنة اللي فاتت ما كناش عارفين هنعمل هنتبقى صيغة بنا إزاي في التفاهم لأن كل واحد بيشتغل في جامعة مختلفة وفي اللي من إسكندرية وفي اللي من إسكندرية وزي ما حرك قلت كل واحد جاي برضو بخافية مختلفة بخافية مختلفة عشان نشارك بعض بالقراءات بتاعتنا في مجال التعليم والبحث العلمي وإيه الأفكار المجددة فعرفنا بعض على حاجات ما كناش نعرفها يعني أنا في الحاجات في العلوم التربوية ما عنديش خبرة أنا حقيقي درست بقى لي 25 سنة بدرس في جامعة القاهرة فابتخذي الخبرة الإكسبرينس بالتدريس لكن ما كانش عندي الخبرة في التدريس في المدارس وإيه الحاجات اللي هي التفارات اللي حصلت على طرق التدريس وكده هوات اللي بتخديد التجربة غير اللي بتخديد كدراسة فبتدينا نشارك مع بعض القراءات دهات وننصح لبعض بأن احنا نتعلم الحاجة الفلانية وطبصوا على أمريكا عملت إيه بصوا على أوروبا فنلندا وبتدينا نفتح لبعض مجالات ونناقش بعض بقينا نتقابل حتى قبل ما نعلن رسمي ونتتأكد وظيفنا بقينا نتقابل مرة ومرتين في الأسبوع ونبعث لبعض أفكار وننكلم بعض وفضلنا نتقابل لحد ما بتدت يعني تتكون عندنا رؤى إيه اللي محتاجة تسالحاتنا 32 مشروع قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى وإحنا أحلامنا إيه أنها تتعامل في مصر وعملنا كده جدول وقلنا هنبتدي بقصير المدى وهنبتدي ناخد من هنا حاجة وناخد من هنا حاجة ونبعث لأ أسلنا الشغل وفيه حاجات بتتعامل دلوقتي في حاجات خلصت زي بنك المعرفة والبرنامج الرئاسي اللي هو البرنامج الرئاسي القيادة الرئاسية وفيه ماشي على التوازي فيه كمان تدريب المعلمين 10 ألف معلم وفيه حاجات تانية بتتعامل اللي هي مقياس الجودة للخارجين الجامعيين أكيد طبعا اللي بتخرج من جامعة القاهرة غير اللي بتخرج من جامعة إقليمية غير اللي بتخرج من جامعات الخاصة فعايزين توحيد الجودة في كل التوليفة دهات عشان كلنا كلهم يبقوا من نفس الجودة أكيد علشان لما يشتغلوا جوة مصر أو برا مصر تبقى فرصهم كويسة ويقدروا يلقوا مرتبات كويسة بسهولة تتفتح حمدوهم مجالات مختلفة مجالات مختلفة طيب سؤالي التاني لحضرتك قبل ما انتقل بقى للشباب واسمع منهم عن بنك المعرفة الحركة تكلمتي عليه إيه هو بنك المعرفة ده يعني إحنا سمعنا يوم السبت الماضي وشاهدنا احتفالية اليوم الشباب المصري وشوفنا سيادة الرئيس هو واقف والشباب اللي يفرح الحقيقة واقف معاه وطالع معاه في الصورة يعني ده يمكن دلالة على مستقبل إن شاء الله يبقى الشباب هم اللي واخدين فيه مواقع ومناصب أكتر بس برضو الناس مش فاهمة قوي يعني إيه بنك المعرفة هو الواحد لما بيبقى عنده ثروة بيحطها في البنك مش كده صح هو إحنا عندنا ثروة دلوقتي معرفية الناس كلها الجامعيين كان بتوصل لنا فرصة أن إحنا يبقى عندنا اشتراكات على المجالات العلمية هذه كانت متاحة للنخبة يعني لبس أعضاء هي التدريس في الجامعات والباحثين وبعض الشركات الأدوية وبعض الأطباء وكمان كانت بعض الاشتراكات اللي هي باهزة كانت بتوفر بس للناس اللي بتدفع قيم لأنها تقدر تنزل الأبحاث ده هي 35 دولار للبحث فإحنا فكرنا إنها تبقى مفتوحة للشعب مين اللي قال إن الناس اللي بتشتغل في المستشفات أو في الشركات إنها مش عندها برضو أفكار للبحث العلمي أو الطلبة ما عندهاش أكسس على البحث العلمي فقلنا لأ هنتوسع بعد ما فكرنا في البحث العلمي قلنا مش كل الشعب بيحب بس العلم فيه علوم إنسانية والعلوم الإنسانية دي تثري الشخصيات البشرية وتخليهم مثقفين يعني كان فيه فترة المصر فيها نعضة بسبب القراءات فقلنا هندخل علوم إنسانية ومعرفية فبتدينا نضم كتب ومهات الكتب العلمية ومهات الكتب الأدبية وبعدين اكتشفنا فيه مخطوطات برضو اللي بيحب يدرس تاريخ وجغرافيا وحاجات دي مخطوطات موجودة بصي كل شوية بتلاقوا حاجة وحاجة بتجيب حاجة اللي بيقولوا عليها الـ chain reaction في العلم اللي هي زي اللي هي اللي بتبتدي تخلي المفاعل يشتغل حاجة بالزبط كده هو ابتدينا بفكرة وبتدت طب إحنا عايزين الطلبة في المدارس هنمرن الأسادزة طب المادة العلمية الأسادزة هيمرنوا بيها بعد كده الطلبة فين فجبنا مجموعة كتب علمية للطلاب بتاعت أكسفورد وبريتانيكا وديسكافوري فكرنا كمان المكتبة تبقى موسيقية وحاجات لقصص أطفال وحاجات للمطبخ والأطباء وكل ده فتنوعت كل ده تنوع البنك المعرفة بقى يخدم كل الشعب والتسعين مليون من أول مكتبات صوتية ومرئية لحد كتب علمية وأبحاث علمية تمام اسمحي لي بس يا دكتور قبل ما أستكمل الحوار أقول للسادة المشاهدين على خبر عاجل ورد الآن وأخذناه من أو على عهدة اليوم السابع اندلاع حريق محدود بأحد المباني الإدارية بمجلس النواب الخبر العاجل مرة أخرى بيقول اندلاع حريق محدود بأحد المباني الإدارية بمجلس النواب يعني أعتقد أنه من الوصف الحمد لله نتمنى إن شاء الله ما يكونش فيه أي إصابات لو جات لنا أي أخبار قبل ما نقفل الهوام حضرتكو أكيد هنقول عليها إن شاء الله على طول طيب خليني أنتقل بقى لفاطمة فاطمة أولا أنا عايزة أعرف أنت كلميني الأول عن شباب مصري جبهة شباب مصري بيعملوا إيه بالضبط وأهم أهدافهم إيه إحنا جبهة شباب مصري مكوانين من عشرين ألف شاب على مستوى الجمهرية في كل المحافظات بنشتغل على عمل السياسي والعمل المجتمعي بنشتغل في السياسة على التصقيف السياسي والتلمية السياسية بعيدا عن أي اتجاهات أو انتماءات سياسية لأي من الأطراف عندنا في ناس كتير في المحافظات محتاجين فرصة بدأنا بالضبط من سنة أو سنة أو كم شهر عملنا مقتمر فيه أربع تلاف شاب على مستوى الجمهرية كان حضر فيه مواسلين من الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة الشباب وفنانين ومعظم النخبة وقتها كان وقت الجامعات واللي بيحصل فيها فأعلننا عن موادرة ضد العنف في الجامعات والحمد لله انجحنا إن الجامعات أصبحت أكثر هدوءا حاليا وأعلننا عن المحليات من سنة بدأنا تدريب المحليات للشباب على مستوى الجمهرية ومستمرين فيه حتى الآن وحناخد انتخابات المحليات إن شاء الله على مستوى كل المقاعد عندنا كل المجالات في الكيام بتاعنا عندنا ثقافي وتنموي واجتماعي وفني وعلمي وما سبناش شاب في مصر مش مستهدفينه طيب انت بس قلت حاجة يا فاطمة خطيرة قوي في كلامك قلت احنا بنعمل على التفقيف السياسي للشباب ولكن بدون أن يكون لنا توجهات معينة ده بصراحة عشان برضو لو حد دلوقتي سمعنا ممكن يقولك إيه ممكن يقولك ماشي بس أنتوا انتماءاتكم مثلا أن أنتوا مع الدولة مع خارطة الطريق مع بتاع بدليل أن أنتوا بتثقفوا الشباب سياسيا إزاي بقى بتفصلوا ده عن ده يعني إزاي وانت بتنقلي المعلومة بتثقفي الشباب سياسيا ما بتبقيش خالص مدخلة حزبة انت انتمائك لإيه أنا انتمائي المصر في الأول وفي الآخر احنا بنختلف فيما بيننا ولكن بنتفق في النهاية على المصلحة العامة للوضع أي حاجة بيننا وبين بعض على ترابيزة المناشات نختلف زي ما نختلف لكن ما ننفعش نختلف على حب البلد فأي كلنا بنختلف بداخلنا أو حتى من طريقة كلامنا أو متصرفاتنا كشباب لكن عندنا في النهاية هدف واحد بس بنعبر عنه بحاجات مختلفة بس في الآخر بتبقى مضمونها ومفهمها هو الدولة هو مصر هو الحفاظ على كيانها رائع يا فاطمة المخترع أسامة يا أهلا وسهلا بيك إيه بقى الاختراع اللي كان سبب قوي في وجودك جنب فخمة الرئيس الاختراع كان عبارة عن أن أزمة الطاقة حصل عندنا في الفترة الماضية أزمة في الطاقة بالنسبة للبنزيم والسولر والانقطاع التاريكهرابي وإلى آخره بناءا عن المشاكل دي من خلال البحث العلم التطويري قدرت أن أنا أوصل أن أنا أصمم مكيف بدون فريون وعربية تشتغل بالماء بدل البنزين وقودها الماء بدل البنزين فقدرت أن أنا أحول عربية من مدير 81 من إنتاج مصنع النصر للسيارات عربية مصرية 100% أن أنا أعمل وحدة الوحدة دي بتحول الماء الغاز الهايدروجين وبيتم حرق الهايدروجين بدل البنزين في المحرك زي ما احنا شايفين إيه على الشاشة زي ما احنا شايفين دي كانت البداية كانت موزق عربية صغيرة وتوجهت للمسؤولين للمطلب المساعدة يعني العربية دي دلوقتي مشية المفروض أنه السيستم فيها أنه زي ما قلت أنت بتحط لها ماء الماء دي بتتحول لهايدروجين 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 وده بيتحرق تمام وده اللي احنا شايفينه الوقت الددات ده الهايدروجين الهايدروجين نشايفينه فيه برضو شوت تاني بالنسبة للعربية ماشية على كامل سرعتها الغاز اللي بيخرج من العربية ممكن ليه اتنين الابليكيشن الأول اللي حمود تقطيع الابليكيشن التاني أنه يمشي العربية فالنظرية دي كانت نظرية علمية يعني كخطة بحث دلوقتي هي حالية دلوقتي على الأرض الواقع وخطواتها للتنفيذ يعني في الوقت اللي كان فيه نموذج العربية بالنموذج الصغير اللي كنا شايفينه دلوقتي ده كنت توجهت للمسؤولين وطلبت منهم الدعم لأكتر من مرة منونا في السنوية العامة لغاية دلوقتي وتوجهت لهم مسؤول مسؤول لأكتر من وزير تربيه وتعليم لأكتر من من مسؤول ما كانش فيه أي اهتمام ما كانش فيه أي حاجة ما كنتش عارف إن فيه سر في مصر لو أنا قدرت أفهمه أو أعرفه أقدر أعمل أي شيء أو أقدر أصنع أي شيء اللي هو إيه السر ده السر إن مصر إن لما حب حد يطلب حاجة ما يطلبهش من المسؤول لأن المسؤول وظفته الإدارة وبس أو وظفته إصدار القرار ما ليطلبها مني؟ يطلبها من الشعب لأن الشعب هو اللي بيبني الشعب يعني هقول لك هذا الحاجة أنا هنشوف دلوقتي في تكملة الفيديو ده الصناعة أو الجو الصناعي للموضوع الأول ما بتخش المصنع أنا معيش تكلفة دي فممكن المساعدة تلاقي المصنع كله معاك بيساعدك تلاقي كل الورش الناس بسيطة بتساعدك بتحاول تفهم منك الموضوع طب أنا أقدر أقدم لك إيه أنا مش بحتاج منك أي حاجة ربنا يوفقك هو ليه بيعمل كده؟ لأنه ممكن إن في يوم الأيام الحاجة اللي هو بيعملها دي هتفيده هتفيد أولاده لأنه هو يعني ده مررة الشيء وده تعب الشغل وحاسس بحاجة زي كده وحاسس لما بتكلم أنا بعمل شيء عملي وبربط ما بين العلم النظري ما بين العلم العملي وأنا نزلت خلاص البحث العلم التطويري نزلني على أرض الواقع ونزلني وبقيت فهمه شغال إزاي وفهم أنا شغال إزاي فحصل بيننا اتصالي ما بين الجهة المعرفية أو البنك المعرفي أو الفكر البحث العلم التطويري بالجهة الصناعية فأصبح فيه اتصال بالعلم والصناعة فهنا هنا بيكمن القوة فالنقطة هنا إزاي ده بيتعامل إزاي العربية ممكن تتعامل وحاليا دلوقتي احنا شغالين على مولد نص ميجاوات يعني 500 كيلوات هيشغل فندق بالكامل باستخدام المياه بس وده فندق مولد هيشغل المصنع فسامة أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 20 سنة يعني اسمح لي أقولك ما شاء الله طبعا عليك ما شاء الله بس أنا حقيقي حاسة أن أنا قاعدة قدام عالم لا يقل عمره عن 50 أو 60 سنة مش بس في الفكرة فكرة الاختراع اللي أنت عملتها فكرة أنت وصلت لحاجة يمكن فيه مننا بيوصل لسن كبير قوي ما بيستوعبهاش أنك لما تعوز حاجة أو لما تبقى محتاج دعم ما تروحش تخبط على باب مسؤول الشعب هو اللي حيقف جنبك المواطن هو اللي حيقف معاك لأنه زيك هو مقامن معاك بفكرة لكن المسؤول مسؤول بقى أنا تعلمتها من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قال للشعب قال له منتوا اللي هتبنوا وانت ما تتعملش حاجة عشان خطري أنا وانت طاقف معنا طاقف عشان خطر بلدك أنا كل اللي بعمله أنه أنا بقول بقول الشيء أو بطلب الحاجة يعني زي ما طالب مثلا موضوع قناة السويس مين اللي مول الموضوع ومين اللي خل مصر وقفت الشعب أسامة إزاي وصلت بصراحة الرئيس عرفك منين الرئيس عرفني زي ما نشوف دلوقتي في الصور دي بعد ما خلصت الموضوع العربية ده بدي أن أنا أعرضه أعلاميا فأعرضت النموذج الخاص بالعربية الكبيرة مش العربية الصور اللي أنا شوف ندي فيه نموذج العربية أكبر الوقت هنشوف صورها العربية دي ابتديت أن أنا أسير العربية وأشرح الفكرة بالكامل على الهوى في أحد الحلقات وكمان شغلت مكيف هنشوفه دلوقتي المكيف ده وبرعا مكيف بيشتغل بدون فريون تمام المكيف ده بيولد كهربا من الفرق الحراري داخل وخارج الغرفة تمام ابتديت أن أنا أعرض الكلام ده بشكل عملي تطبيقي يعني ما أنا صح حصل تصوير اتشافوا الحاجة على أرض الواقع أنا بستخدمها كأسامة في البيت أنه ما بيقطعش عندي العربية بشغل بها بالمية عندي مثلا وحدة على شكل زي ما نشوف دلوقتي أنبوت بوتجاز باخد الغاز منها من خلال المية واستخدمها بدأ الأنبوت البوتجاز ما عنديش أزمة بترول فأنا قلت الشيء وقلت أن أنا اخترعته بس الأهم من أن أنا عملته أو اخترعته أو حصلت على شهادات عليه أنا طبقته وبستخدمه وجاهز أن أنا بنقل حاليا دلوقتي التجربة دي لجميع الناس اللي حوالي على حسب الكدرة اللي عندي يعني مثلا ليه كدرة مثلا أعمل واحدة أو اتنين أو تلات بطلب الدعم من حد أكبر مني في الصناعة من رجال الصناعة مثلا زي زي ملكة الصناعة في مصر الحج ناصر ردوان والحج حسين ردوان يعني السبتية أو منطات السبتية فبطلب منهم الدعم وبطلب منهم الشيء فبيطلع الشيء من قطعة لمئة ألف قطعة فالفكرة هنا أنه لازم الشيء يطلع من الحيز الفكري أو من حيز البحسي للحيز التطبيقي وبكده هيتنفس في مصر فمن غير ما التفت وقول المسؤول ما قال لي كذا أو أنا روحت المسؤول والمسؤول قال لي مش عارف إيه أنا روحت للمكان الغلط لأن وظيفة المسؤول هو يعمل إدارة للموضوع أنت كنت بالفعل روحت لمجموعة من المسؤولين وما حدش فتح لك الباب ما حدش وقف جنبك ما حدش قال لك ما حدش حتك على أول طريق حتى تمام أنا اللي تعلمته أن أنا مروحش المسؤول وأطلب منه حاجة يعني دايما الشكوى أو الطلب لغير الله مزال ونعم بالله عموان إحنا لحقنا يا جماعة أسامة الحمد لله قبل ما كنا نتقهر بقى نيجي بعد كام شهر نفتح التلفزيون نلاقيه في دولة تانية مدياله الجنسية ومتبنية فكرته واختراعه فالحمد لله لحقناه الحمد لله تلحقت يا أسامة أسامة تعرض عليه كتير وأنا عارفة ده وما زال معروض عليه حتى اللحظة اللي إحنا فيها على الهواء فعلا وأسامة قرر أنه هو يفضل في مصر ومؤمن أنه هو هيعمل حاجة فعلا في مصر مهما كانت العروض اللي ممكن تبقى جايا لك من بره عروض مادية مغرية لا برضو عرف خطاتهم وعرف شغالين إزاي على مصر وعرف إيه الأسليب العلمية اللي بيستخدموها نتيجة نقص المعرفة عندنا أو اللي هم خلوها عندنا نقص معرفة يستخدموا معنا أسليب باستخدام العلم ضدنا كل شيء بيعملوه معروف وكل خطاتهم معروفة يعني الرئيس دائما كان بيوجه كلامه أنا ماشي في الاتجاه الصح فمش يانفع مش الواحد لازم يكون معايا حد بيساعد عارف إن فيه فساد وعارف إن فيه ناس كتير فسدة بس المعنى كده إن احنا مش نقف أو نقول إن البلد مش كويسة لا إنت لو عايز تعمل حاجة بتكون محتملة على حاجتين ثقتك بنفسك ثم ثقتك بعلمك ثم ثقتك بالله وهو صاحب بالعلم بالله طبعا أول وأهم حاجة ونعم بالله أنا بس عايزة أفكر المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي أفكر خضراتكم إنه اللي بيتكلم ده عنده عشرين سنة مش حد كبير متمرس في خبرة حياتية كبيرة يعني يعني حضرتك هتشوف مثلا الصور دلوقتي مع سيادة الرئيس رحب جدا بالموضوع لو الصور موجودة يا شباب ياريت منزل بيها لو سمحتوا واضح إن أنت فخور بالصور أهي الصور أهي أنا فخور بالسيادة الرئيس السبب إنه هو قاهر كل شيء وطلب مقابلة مباشرة أو طلب شيء مباشر معي على طول السبب ده إنه هو حد بتاع الشغل حد بتاع عمل لأنه هو حد مش بتعمل كان عادي حد زعرض حاجة وخلصت الحاجة خلاص بس هو حد شغال في الاتجاه الصح رأيي ناس بتقول رأيي شغال في الاتجاه والباقي شغال في الاتجاه وفي ترده الثاني خالص أسرع الرئيس أسرع الرئيس أسرع إيه دا يا رئيس شوية ونبي إيه دا مش ملاحقين دكتورة هودا ودي طبعا الصورة اللي كانت اللي شفناها كمان وكان فيها اهتمام بشرائح مختلفة وتشجيع ودعم المجموعة مختلفة حتى الأعمار كمان متفاوتة الحقيقة دكتورة هودا إيه رأيك في اللي بتسمعي دا يعني أنت كعلمة كمان وحرك أستاذة بحقيقة إيه رأيك فيه يعني على فكرة من ضمن الحاجات اللي عايزة أقول لكم عليها إن رئيس بيحب الشباب جدا وإحنا قاعدين مرة في أنا اقترحت إن إحنا كمان يعني كنا بنترح أفكار مع رئيس وبينقش معنا بيناقش معنا بجد بياخد كل الأفكار وتحس إنه هو كمان معنا في المجلس كده فلما نعرض حاجة فيقول تما تفكره بدل ما نعاقب نعمل حاجة كويسا نحسن فا